أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وستنكار الكويت وبأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي قامت بها ميليشي الحوثي باستهداف المدنيين الأمنين وبعض الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة على مختلف مناطق المملكة وفي بيان لها أوضحت الخارجية أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية لا يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضا الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية ويعد كذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبها وأكدت الوزارة وقوف الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها اشتركوا في القناة